اهلا بكم اهتزت بلدة لتسعيد الواد اقليم بني ملال على وقع خاء غارق شابين حلى ضيوفا على اصرتهما بالمنطقة يوم الاربعة ربعة غشة الفين وواحد وعشرين ووفق المصدر ذاته فالضحيتان حاول الهروب من موجة الحرارة والاستمتاع بالصباحة بالقناة المائية الزيدانية التي تقطع جماعة لتسعيد لكنهما توارعا للانظار امام اعين قريبهم الذي دخل فيه سيريا من البكاء ولم يتبالك نفسه فقفز الى الماء من اجل انقاذ الغريقين لكنه كاد هو الاخر ان يلقى حدفه لو لا تدخلوا شباب المنطقة الذين تمكنوا من انقاذه كما قاموا بالبحث عن الغريقين ووفق الوقاية المدنية وتمكنوا من انتشال جدة احدهما يبلغ من العمر عشرون سنة فيما لا يزال البحث جار عن الغريق الثاني هذا وكانت السلطات الاقليمية قد قامت بتسييج القناة المائية بعد تسجيل عدة وفايات بالغرق الا ان فعاليات بولد سعيد لا زالت تطالب بضرورة وضع علامات منع السباحة لا سيما امام الزوار الذين لا يعرفون خطورة السباحة في مثل هذه القنوات المائية المشاهد تيفي قبل ان تخرجوا لا تنسوا ان تابنوا فلاشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي و لا تنسوا ان تقوموا بالجام